بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخواني ومتابعي الكرام أينما كنتم فيديو جديد مهم لمن هو مهتم بهذا العلم وهذا المجال رمز من الرموز التي يمكن أن نراها في منامنا ونستمشر بها خير ونفرح لكن في ظاهرها هي رؤية منذرة ورؤية إخواني الكرام فيها شروط وفيها وقت معلوم قد يستغرب البعض ويقولون ما هو هذا الرمز أقول لكم إخواني الكرام أنه رمز رؤية الورد في المنام الورد الذي نرى شكله جميل ونشم ريحة فتنتعش الروح إخواني الكرام الورد له تفصيلات كثيرة في المنام لكن على عمومه هذه التفصيلات وهذه البشارات القادمة كما نقول أنها لا تدوم طويلا ارتباطا بأن الورد يذبل بسرعة ولا يدوم طويلا فالورد من وردة من ورود الشيء من ورود غائب من خروج سجين من مثلا يعني شخص يرد عليك من ورود خطاب يعني شيء دنيوي لا يدوم فإن قلنا نبتعد عن كلمة ورد ونأخذ كلمة زهرة وربي قال ظهرة الحياة الدنيا ولا تمدنا عينك لما متعنا به أزواجا منهم ظهرة الحياة الدنيا فهنا أخواني الكرام أمر لا يدوم طويلا هنا ما الفائدة عندما يرين الله أننا نقطف ورد أو نهدى ورد أو نجمع ورد أو نشم ورد فيها اختلافات بسيطة فالقطف أمر محمود واضحا لا والعناية بالورود أمر طيب والورد قد تدل على رجل إخواني الكرام ننال منه منفع لفترة قصيرة لكن الورد الذي يكون من غير رائحة هي مظاهر خداعة كما أن الورد قد يدل على ولد لكن قطف الورد مثلا أحيانا قد يدل على تسرع الإنسان في اتخاذ قرار أو امرأة تتسرع ربما في حملها إن كانت حامل وعندما تنتزع تلك الوردة وتكون مغلقة فهذا إسقاط جنين لا قدر الله ولكن أيضا تكون للعزبة إخواني الكرام بشارة طيبة وفرصة فلا يجب أن نضيعها أنا دائما إخواني الكرام في فيديوهاتي لا أريد أن أعطيكم رموز يعني ماذا يعني واحد مع واحد يسوي اثنين لا لأن مجال التفسير أمر مفتوح يعني باب مفتوح جدا أريد أن أعطيكم دائما خلاصة القول منه أنتم تستطيعون أن تفصلوا بأنفسكم الورد يا إخواني الكرام هو أمر طيب في حالات كثيرة متى يكون أمر سيء عندما نرى الوردة ليست على شكلها أو الوردة نراها سوداء مخيفة أو الوردة بشوك كثير فالورد أحيانا قد يرمز إلى المرأة إخواني الكرام على حسب لونها الحمراء والوردية المحبة لزوجها والبرتقالية سريعة الغضب وسريعة الإثارة يعني أشياء كثيرة لا أريد أن أدخل فيها تعلمونها بمرور الوقت أو عندما نفسر الرؤية لشخص ما فالورد أعيدها ختاما إخواني الكرام الورد هو أمر طيب لكن إخواني الكرام فيه تنبيه وتحذير من عند الله يعني هذا أمر سيأتيك لفترة زمانية قصيرة يجب أن تستغل تلك الفترة الزمانية على قدر الإمكان ممكن تكون فرصة تأتيك وتضيع لا قدر الله هذا هو إخواني الكرام حوصل من الآخر لرؤية الورد والرمز الذي أرى كثير من الناس لذلك معرفته ها نحن قلناه لكم على أمل أن نلتقي في فيديوهات أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في رعاية الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة